قبل انطلاق المشاركة التامنة في التاريخ التالتة على التوالي هيكون لنا وقفة النهاردة طبعا مع مواجهة بكرة الاهلي في مواجهة اوكلن سيتي وخصوصا انها مواجهة بين اكتر فرقتين شاركوا في البطولة اوكلن طبعا في المرتبة الاولى برصيد 10 مشاركات الاهلي في المرتبة التانية برصيد 8 مشاركات ولكن مشاركات الاهلي تختلف سواء من حيث النتائج او عدد المباريات اللي خضها فبالتأكيد طبعا الاهلي خبرته كبيرة جدا وخصوصا من نسبة لجيل الحالي البطولة الاولى دايما بتبقى صعبة التانية بتبقى أسهل فبالك بالتالتة اللي اعتقد اصحاب الخبرات الكبيرة النهاردة في النادي الاهلي عندهم خبرة كبيرة جدا في المشاركة عن الخبرة هنتكلموا عن المواجهة برضو هنتكلم مع نجميلها النهاردة كابتن عمر حديدي مساء خير كابتن عمر بسم الله كابتن عمر ملعتوش انتوا كاس عالم ملحقنا ايش فلاتت انتم كانت شريسة ابتدت في البطولة البطولة ابتدت تعتقد او الفكرة تولدت في الفين واحد يعني اه طب لا كان بعيد خالص جيل التسعينات في الواتف دا كان كان على عيامكو حاجة اسمها الافرق السيوية بس احنا هي كانت بطولة افريقيا وشوفنا نجوم كبيرة لعبنا عليها فترة تسعين اربعة وتسعين ما خدنا البطولة هنا في القايرة كان قمنات حتنا تبقى اكتر واكتر كانت بطولة عربية بطولة افريقيا نخبة سوبر الحاجات لما بتيجي تشارك في البطولة الاول مرة يعني يعني بيبقى البطولة ليها رهبة بيبقى ليها تعاون مختلف غير لما بتلعبها اكتر من مرة او بتفوز بيها اكتر من مرة لا هو بيبقى بس انت في الاول اول لما بتبقى البطولة دي اول مرة بتبقى حتطلع حسابات كتير والتركيز بيبقى على درجة اي لتاني مرة انت بتسعين في المية عندك خبرات من الفرق اللي شاركت معك اول مرة فبتبقى بص عليها وتخيلها مع طبعا في اسماء كبيرة انت بتبقى عارفها من الميديا ومن الفرجة عليها في اوروبا الاهم انت بتستفاد ايه بتستفاد الاجواء اللي انت بتبقى موجود فيها استفاد طريقة اللاعب استفاد الاخطاء اللي انت شفتها ان انت مقدرتش تحقق تتويج معين لمسلا لمناصة التتويج التاني او الاولى فبتشوف ايه هي الاخطاء اللي انت قلعت فيها كلاعب وبتتلاشاها في تاني سنة ايه اما بتبقى اول سنة دي وجهة نظري ان الاولى تملي اللي بتعمل عليها بروباجاندا كبيرة انت بتحط نفسك في قلب وفي تركيز اكتر من اي وقت تاني ايه يعني انت مثلا ساعة ما كان كاسع عالم موجود كل الناس اقصى الطموح حاليت لك فرق الافريقية هتوصل محدش كان متوقع المغرب يوصل لدولار 4 هو ده بقى خليني كده تملي مجهول وخليني تملي مذاكر كويس خليني كدهني شغال على نفسي وفجأة بقى بقى ظاهر للناس كلها بتبقى المفاجأة ليك انت مش مفاجأة ليهم هم مفاجأة فانت ساعتها بيبتتوج محدش بيلحق بقى خلاص القطر عدى بس الاهلي النهاردة بقى معروف للجميع وبقى معروف انه فريق دايما بشارك في البطولة وبقى معروف كمان انه فريق قادر يحقق فوز على اي بطل يعني احنا القرى الوحيدة اللي مقدرناش نكسب بطلها الغالي الوقتية هو بطل اوروبا حصلت مانا يمكن معاجه مع باي ميونيخ ومقدرناش نتجاوزه لكن فوزت على بطل امريكا الجنوبية فوزت على بطل امريكا الشمالية فوزت على بطل اسيا مفيش قرى معدتش على اهلي بس اشتر احمد في نقطة مهمة اللي عيبة بخبراتها وبتقلها في الملعب شكل والدكتور اللي موجود معها في شكل مين الدكتور؟ مدير الفن كولر طب خلينا وقف عند كولر وعن مطش بكرة بس هنروح لفصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عمر الحمد لله الشمس طلعت يعني طبعا دي لحظات بالنهارة حضراتكم على الهوى من وصول بعثة نادي الاهلي لمدينة تانجل ان شاء الله بإذن الله تشهد لقاء الغد المباراة الافتاحية في بطولة كاس العالم الاهلي واوكلين سيتي أجواء متغيرة ومتقلبة بشكل عنيف يعني من خلال متابعتنا طبعا بشكل يومي هنا كابتن عمر للجو في المغرب زي ما حاك شايف كده يعني من دقائق بسيطة جدا كات الدنيا رياح شديدة ولا يمكن موضوع في تانجا مختلف عن تطوان بقى مش عارف ولا إيه ممكن بسيطة لقيت ان ادلاق لي كلها سفرة المغرب قبل كده ده بداحك المطر وتالج المطر وتالج دي معاوش او بسي قلعبت قبل كده في تالج يا كابتن عمر بس في ربا ما كانش فيه قبل كده في المغرب او دولة عربية احنا التالج بقى بينزل في المنطقة العربية عادي دلوقتي والله بجد او يعني بس احنا انت غير المناخ غالبا داخل داخل على على قارة افريقيا وقارة اسيا بشكل عريف انا مقتنق بحاجة واحدة ان انا ما بكون بفكر ان انا هلعب او هكون موجود وسط التشكيل او الحداشة اللي موجودين ما بفكرش في حاجة حواليك او هجاب الجو لا بس بتفرق برضو كابتن عمر تفرق في حاجة واحدة انا فاكر فيه مطش من موسمين ثلاثة كده كان بيتلاع في برج العرب عندنا هنا وكانت شاورز كانت يعني سيول فمطش مطش كورة يعني احنا احنا ما تعودناش على الاجواء ما تعودناش على الاجواء ما تعودناش على الاجواء دي حما هنكون موجودين في اجواء كذي دي اعتقد ان يعني البطولة اللي احنا احنا هادية اللعيبة من قبل ما تمشي من هنا من بطش بنك الاهلي اي بركزة وليها هدف عارفة تعمل ايه طيب رهان بكرة على كولر او رهان مش بكرة رهان في البطولة عموما على كولر والراجل حقيقة على المستوى المحلي يقدم مردود كويس جدا تقدر تقول انه قدم اوراق اعتماده يعني خلينا نقول انه راجل قدم اوراق اعتماده سواء على مستوى تطور عدد من اللعبين بشكل فردي او على مستوى الكرة الجمعية اللي بقدمها النادي الاهلي كأداء ونتيجة بقلنا فترة طويلة جدا كما بنقول بنكسب بس الاداء مش احسن حاجة الجمعور راضي عن النتائج لكن مش راضي عن اداء لكن مع كولر حاسين انه في نقلة نوعية قول لي شايف ده ازاي وايه تقييمك للاضافة اللي عملها كولر على فرقة الكرة في النادي الاهلي بص يا سيد احمد اول حاجة النادي الاهلي في الفترة اللي كان الناس كلها بتحكم على كولر حكم تعليف اول ستة اسابيع وحكم تعليف مبارات الزمالك في السوبر لا الراجل بيذاكر لعبة النادي الاهلي زي ما الجمعين بتذاكر كولر انت إيه اللي هتضيفه لنادي الاهلي هتكون اضافة ولا لا اول حاجة الراجل ما تكلمش عن ثباته ثقة في اللعبة ثقة في اللعبة كم الاصابات اللي كانت موجودة عنده فاول لما جيه كان كتير جدا كانت مستشفى النادي الاهلي مليلا لعبة شوية ودف عليهم اكرم ودف عليهم كريم ودف عليهم مستفى الشغير الراجل في الوقت ده كان بيسبب طريقة لعب يقنع بها الناس بشغله انت عندك لعيبة وعندك قماشة معينة بتشتغل بها بس في نفس الوقت عايز اللي يعرف يتعامل معها حتى طريقة لعب الناس كلها شايفة 4 2 3 1 وانا شايفة 4 3 3 وشايفة 4 1 1 1 1 أو 2 لعيبة موجودين في الملعب بيغيروا طريقة اللعب شفنا مهام جديدة في ارتفاع مستوى الأداء الفردي هقولها الأول وبعدين الجماعة الفردي في محمد هاني في حسين الشحاد في تفوق حمدي فتحي الزيادة في تقلقات ديانج اللي هو واحدة عن طريق وسط كل 3 هجمات الشغل الفردي اللي هو أقنع الناس كلها في المؤتمر الصحفي وقال لك أنا اللي بطلب من أحمد عبدالقادر يشتغل بالمرغة واحد على واحده يستعمل مهارته نيجي بقى للجماعية الجماعية الربط انك بتلعب قفشة 8 و بتخلي حمدي هو اللعب الخفي اللي بيجي من ظهر الفرود زي كان كهربا ولا شريف ارتفاع مستوى البدن اللعبة النادل الاهلي بان بان اللعبة النادل الاهلي شغالة ازاي والغير اللي بره بينزل يشتغل بنفس اللي انتهى منه اللعب في شرط الأولين تثبيت تشكيل يعني بتده يحط شكل ببقاش عندك حيرة في اختيار 11 لعبة النادل الاهلي الصفقات اللي هو جابها على رؤى عينه خالد ومروان وكريستو تحس انهم لبسين لبس التوب النادل الاهلي من بادري وقندوسي احمد احمد جاي احمد ده قاله فترة احنا طالبينه ده قاله فترة احنا بنتكلم عنه احنا الكلام على قندوسي يمكن ابتدى انا اتكلمت عليه هنا في ده قبل قرارب كتير ده الكلام ده على فماتش وفاق سطيف بعد ماتش وفاق سطيف دوري عبطال السنة اللي فات يعني انا بنتكلم في موسم كامل انت في الوقت اللي انت اخترت فيه اتنين لعيبة جربتهم جربتهم فين فاهلي وزا مالك راجل سردباك اول مرة يلبس توب النادل الاهلي شخصية باينة لايئة وانما جيت تفكر تدي مرون عشان تحسوه في ملعب جريء وليه شخصية وما بيخافش هو ده هو ده اللي النادل الاهلي محتاجه محتاج بلغة الكورة او بلغة لعبت الكورة خارج الملعب جعان كورة عايز يثبت للناس انها لعب كويس تمام عودة كهرباء من ضمن حاجات الراجل راجل بقولك انا جات لي فكرة جنونية ان انا لعب كهرباء هو الاجانب بيبقى لهم فكرة جنونية وليهم تهور في الاختيار لا كابتن ياسين ميكيري حلل الاداء اللي موجود ده كان مع كهرباء في سويسر مزبوط 457 ولا 482 ايا كان ما يخليش الزاكرة في عدد الايام الراجل ادى وادى بوضوح وعمل في مباراة سموحة اسست وجاب هدف واسست اتنين في مدش الزمالك ترجم ده لهدف حتى هو خارج بيحف الشريف بيقول له يلا عودة الشريف للتهديف خلاص احنا بنقول دلوقتي المنظومة مكتملة الفضل بقى تنتهي تنتهي ازاي الجرح الكبير اللي موجود في الناد الاهلي كابتن محمود الخطيب بيخش في الوقت الميقاطي بيحسم كل حاجة اذا كانت للعيبة او للمستر كولر كولر وقته وطربيته ومذاكرته ودراسته للاعبة الناد الاهلي والشكل اللي هي لعب بيه والالفة والانسجام اللي ما بينهم قال في المؤتمر الصحفي انت توعب بيه قالك انا ما تكلمنيش في وعد الا قابلي ما وعدش انا ما بععدش بحاجة انا عارف انا بشتغل مع فرقيت ازاي وباخد ملف ملف على حدة خلاص انا بحب الواقعي بحب التقيل الراجل بيذاكر ناس كلها بتعلق هما سكير وراء بيقول ايه زي ما انت بتذكر في الملعب في اسلوب انا بذكر في الملعب على وراء انت بتكتب ايه ايه هو بيكتب ايه 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 السوشال ميديا قالت على سورش دراسم وبيت دي الكريم عشان كنوم يروح بيها لغاية الملعب ويكلم زميل وتم يجيب اللعب ويشرح له الموضوع ايه كل شيخه ليه طريقة الراجل ده ليه طريقة معينة لا بس كلمة هو بيكتب ايه دي بسمحة كتير يعني بتبقى عاد مع صحابك والناس بتفاجع الموتش طب هو لاخر حاجة هو الراجل بيشتغل في تفاصيل كتير جدا وادة جدا بيسجل تفصيلها صغيرة بتبان بالنسبة للجمهور مع الشيء يسكر الورقة اللي معايا وستاذ احمد ثلاث ورقات في حجم واحد ورقة فيهم طريقة الشغل او التشكيل في الملعب شكله ايه ورقة تانية بيعلم فيها ايجابيات الشوت الاولاني او لعبيات كل اللعيب والحاجة التانية امفاجئة الناس ان الراجل بيبقى كل مفاتيح لعب الخصم هو درسها جس نبضها في الشوت الاولاني ويبتدي مصادر القوة عنده تشتغل وتديق المساحات تبقى ظهرة والكونتر اتاك بالقوة الهجومية لنادل اهلي تشتغل الشوت التاني كمير انت شايف ان كورة كولر في الشوت التاني بتبقى افضل بكتير جدا من الشوت الاولاني اي حد اي حد سما كولر بيتكلموا عنه انه هو بيعرض وليه بيتأخر في الغيارات كولر بيجس نبض 45 دقيقة ياخد من الفرق اللي هو عايزه وبيمتلك نقاط الضعف جوه الفرقة الخصم ويعلي نقاط القوة عنده بيشتغل الشوت التاني 50 دقيقة بينين كل اللعيبة مستوى واحد بدني واحد جوه الصندوق عندهم ارياحية كابلة يشتغل زي ما هو عايز ناس كتير من استسهلة مطش بكرة كابتر عمر مع ال او ناس كتير شايفة انه مطش بكرة مش المفترض يكون فيه كلام يعني بتدي نتكلم من سيئات الساوندر شايف انه الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط وإيه اللي كان بيحصل في قط اللبس دايما بينكو وبين بعض لما يكون الاهلي راح يقابل فريق بالنسبة له مجهول اوكلن سيتي اللي احنا نقابله بكرة مش هو اوكلن سيتي اللي احنا قابلنا من مش عايف ايه 15 سنة مثلا فرقة مختلفة تمام والنهاردة بنتكلم على انه في نيوزيلندا كاتب كرة دايما معتمدة على القوة والانتحامات واللقاء البدنية العالية النهاردة النس في نيوزيلندا بيشتغلوا مع الاسبان وعايزين يقربوا شوية الكرة يعني نيوزيلندية وريبة تبقى شوية فيها من الكرة الاسبانية بصوص احمد احنا ما فيش حاجة اسمها مباراة سهلة وتعدي انا بعتبر ان ببارا بقر مباراة نهائية هي اللي هتوصلني للمرحلة اللي بعد دي ولولا قدر لحصر اي حاجة انا رجعت انا بفكر بواقعية الراجل بيشتغل بملف بفكره واللعيبة لها هدف وليها رموح ان احنا بنتوج منصة التتويج لا انا بسألك كابتن عبر بيفكر فيها ازاي ممكن تقول لي سهلة لو عملنا كذا او ممكن تقول لي صعبة واوجه صعوبتها على الاهلي واحد اتنين تتاتة اربعة انا هقولك انا حاجة هي نجاحها او سهولتها ان النادي الاهلي باسمه و تاريخه يقدر يسطر عن مجرارة المباراة بتاعة اوكلان سيتي يعني انا معلش انا اسف بس اقولك واسيبك كامل البرت ريارة المدير الفني لأوكلان سيتي تصريحاته في الصحافة النهاردة بيقول ايه وقال لها جماعة احنا احنا فين والاهلي فين الاهلي فريق كبير جدا واحنا يعني بس خلاص استعمل العمل نفس السمانة بالزبط كده ساعة اما كان مسماني في سانداونز كنت اقولك انا ما عرفش اقرب من فيلر وهاشتغل ازاي واو لما كسبنا خمسة بقى موضوع واقعي والامر طبيعي خلاص النادي الاهلي عنده خبرات ما يكفي متوسط الاعمار الموجودة في النادي الاهلي نفس متوسط اعمار الفرقة بتاعت اوكلان بس الراجل لما جيه جيبي طعم طعم بسط لعبة كلهم مدفعين وما يجي اشتغل تخيل بقى ما بيجي اشتغل مثلا في الكورة السابتة بيشتغل ان لو رفع اشارته على ايده ايد واحدة يبقى اللعبة على العرض القريبة لو باتنين الادين يبقى متحركة لو تلات ايديات حرية اختيار اللي بيعمل الكورة تلاتة ازاي لو انا عملت ايدي بس كده يبقى على عرض القريبة لو عملت ايدي الاتنين كده تبقى جوه السندوق تلات لعيبة لو ما رفعتش ده خالص اللعيبة اللي بتطلع عمل اسوق على موزة التمنتاشر بتشتغل حسب رؤية اللي بيرفع تمام مش بيبقى متفق عليها ايه حرية الاختيار اه يعني كل واحد ابدع زي ما انت عايز اتحرك على القريبة اتحرك على البيضة يعمل روتشن كل اتحرك زي ما هو عايز دي حسب اللي تبقى كنا احنا بنعملها في التسعينات اي كان الكابتر رضا ما يرفع وكابتر مجد طلبة انا روح على القريبة على طول باستمرار في حاجات كده اما لعبة النادي الاهلي الخبرات والاداء دلوقتي اغلب الفرق بتقع في كل الفرقتين بيقفوا في السيكسيار لأ مفيش حاجة بيشتغل دواتي في حاجتين مش مش افناهوش بانه كتير اللعبة على عرض القريبة غير المتحرك مش السابت والكورنر المتحرك اللي هو اتنين على واحد انا فاكر فيه مدير اعتقد اعتقد ميستر هولمن يعني فيه كورنر في فترة او في سيزن في بوسم من المواسم كان على طول طريقة التنفيذ كرة تتلعب على اول لاين في السيكسيار هارس يمكن هارس يمكن هارس توقف على على خط الاونات تعلق سيكسيار كده فلعيبي يلمسها يزحلقها براسه يجي حدي يجي تلاتة من وراء كان بيبقى جمالي سايد كابتر حسام وكابتر نمضان وكابتر نامن شاوي وعضر عبر رحمن اللي بيجده ألعاب الهوى بعد كده أنا أسف كابتر ده وصول طبعا باعثة الفريق لمقر الإقامة لسه حالا على الهوى مباشرة طبعا من اللوكو لقطات حسرين على شاشة الأهلي من وصول باعثة الفريق طبعا طاهر محمد طاهر رجل مقتنع قوي طاهر وطاهر مع كولر وطاهر لا خلينا أقول برضو طاهر مع كولر ظهر بشكل حقيقة زي ما كنا مستنيين منه وزي ما احنا عارفين إمكانيات طاهر الناس كلها بعد ما ميسي ميشي موسماني وسوارش قالك طاهر ممكن يبقى مش موجود في حسابات الخواج اللي هيجي طاهر اقتهد على نفسه واشتغل حقنا على الراجل في الحتة الهجومية والحتة الدفاعية ناحية الليمين ناحية الشمال أجات فيها فالراجل يبقى أنا عندي لعيب جوكر زي ما استفدش منه بص كمان سيد احمد نقطة مهمة جدا بص النادي الاهلي بكيانه باسمه بشكله كابتن محمود أول لما نزل مطار المغرب طلب مقابلة تحاد المغربي عشان يبركلهم على اللهم ما عملوه وحققوه في كاس العالم انتخبات طبقه الحاجة دي ما بتحصلش عندنا احنا بس في النادي الاهلي وكابتن محمود انت يعني هو بيبلغوا فرحة الشعب المصري فرحة العرب انه كنت وصلته لأعلى نقطة موجودة في كاس العالم طول عمرنا طول عمرنا مع كابتن محمود الخطيب او غيره الحقيقة من رؤساء النادي الاهلي فيه واحد شاحن بيقول دايما مبادئ واحد من اهم انا يعني متأكد انه دي واحدة من اهم الحاجات اللي بيسعى النادي الاهلي ومسؤولين في النادي الاهلي انهم يحققوها وادركهم انه الاهلي سفير للرياضة المصرية فبالتالي فيه تأكيد دايما على انه حسن التمثيل انت مش بس بتمثل اهلي انت بتمثل مصر كلها طبعا دي واحدة من اهم الحاجات الاهلي دايما بيكون حريص عليها واللي بيعكسها وبيأكد عليها كابتن عمر كمان فكرة حسن العلاقات النهاردة اللي بتكلم على اندية كبيرة في افريقيا بتنافس الاهلي فيه منافسة كبيرة وشرسة بينهم ومع ذلك تجد العلاقات فيه جيدة جدا وفيه احترام متبادل وفيه تقدير متبادل ده ما يحصل شكرا هتشوف صد قاهرة بكرة في المغرب ان شاء الله بإذن الله الجاليات الموجودة والسفارة المصرية برحلين على جمهور المغرب ان شاء الله يوم هو هيرده هيرده اللي جمهور الاهلي عملوا او جمهور مصر عملوا في كاس العالم ما كانوا موجودين في قطر لا هنبقى فيه بشكل تاني دي على فكرة كسير الحياة اللي عبت النادي الاهلي ان يشوفه بيسخن جماهيره اللي وحشاه او عددها ممكن يبقى يكون قليل هنا في مصر بس بره هيبقى الموضوع مختلف عنهم ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكون المكسب النادي الاهلي بكرة نرجع لمطش بكرة شايف الطريقة هل ممكن كولر تحسبا بقى ان احنا بنلعب مع ستة ابطال يعني كل اندية اللي بتشارك اندية تعودت على البطولة تعودت على البطولة المحلية في بلدها تعودت على البطولة القرية في قررتها وبالتالي كل فريق منهم مهما كانت امكانياته او التفاوت اللي ممكن يكون بين امكانيات الفرق وبعضها كله عنده شخصية البطل وكله عنده حلم ان يروح لابعد مدى هل تتوقع ان كولر يغير من طريقة اللي عبو متعود عليها هنا في المعطشات المحلية فكرة المنافسة في كاس عالم تخليه فكر بشكل مختلف ولا هنلعب لعبنا هنلعب لعبنا العادي هما هاتي وتقول لأي حد هيقول لك الحضاشر الموجودين الشناوي وهاني ومتولي وعب منعم الناس اللي بتحضر هو بيحب اللعبة اللي بتحضر من تحته عندها سرعات علي معلول ديانج وحمدي فتحي حسين الشحات وعبد القادر أفشا وكهربا هتبدأ كده مطش كهربا بكرة هتبدأ كده اي مش شري الشكل العام لا الشكل العام اللي انت بتبدأ بيه هتبدأ أربعة تلاتة تلاتة التلاتة اللي في نص الملعب حمدي وديانج وأفشا وهتلاقي اللي من اليمين إنسايد رايت هتلاقي حسين الشحات إنسايد ليفت هتلاقي عبد القادر واتلاقي اللي سترايكر الصريح كهربا عنده بقى حلول عنده كدشينة كلها أولاد وكومي كتير برا كتير عنده عمر السلية وعنده شريف وعنده وعنده طاهر وعنده برستا وعنده حلول انت أهم نجاح المدير الفني إنه يبقى عنده الحضاشر والبدائل قوة واحدة مزبوط يبقى نعمة بغير مش قلقان وفي نفس الوقت الدراسة اللي بيدرسها لهم أو الفكرة أو الشحن أو الانسجام اللي هو عامله خلاص الناس كلها عارف الكولر جماهيرا الناس كلها حافظ الكولر اللعيبة الناس كلها عارف الدماغ كولر مجلس إدارة فكل دول منظومة مكتملة اتفقوا على تحديد هدف معين من كاس العامل الأندية في المغرب إن شاء الله طيب خلينا نروح لأرقام أوكتر سيتي كده لأنه برضو احنا بنتكلم على أنه يمكن أكتر الفرق المجهولة في البطولة صحيحة وأكتر فرق مشاركة لكن بالنسبة لنا دور نيوزيلانديا أو أوكيانوسيا مش محل الاهتمام نحن تباحة قوي فبالتالي فريق بالنسبة لمعظم المصريين أو معظم الأهلوية مش معروف لك مزاي الريال مزاي الهلال مزاي الوداد مزاي فلمينجو كل الفرق دي تقدر في 24 ساعة هم فريتين فريتين هتبقى مستغرابهم أوكلند والساندر الأمريكي ساوندرز ساوندرز طيب نروح بالنظرة العامة على أرقام فريق أوكلند مع كابتن عام اتأسس سنة 2004 قيمة تسويقية للعيبة 4.48 من 10 مليون يورو إجمال البطولات 36 بطولة 10 دوري أبطال وتسعة دوري نيوزيلاندي تمام المشاركات في كاس عاملاندي 10 مرات زيما حضرتك نوهت في الأول والأهلي 8 مرات مواجهاته مع النادي الأهلي كانت في 2006 متوسط الأعمار 28 سنة مش كتير عن يعني متوسط أعماره زينا بالزبط المدير الفني بتاعه هي دي الغريبة شوية 39 سنة شوية أسباني كمان واخد الرخصة الأي وهو بيلعب دي بتفرق كتير قوي بأشوف التطور دلاتي أنا وأنا بلعب بأدية يمكن دي احنا اتكلمنا في أول السوشيال ميدي علاقت عليها أن ساعة إصابة أنني خد الرخصة بتاعت التدريب مزبوط دي مهمة جدا دي يعني يعني اللي العيب زكي أنا أتصبت وعند مدة زمانية طويلة أستغلها أستغلها مزبوط بدلا أن أخذ فترة تانية الجنسية أسباني تولى القيادة من 2021 عدد المباريات 37 مباراة فاس في 33 اتعادل في دي الأرقام مع المدير الفني الحالي اللي هو الأسباني ألبرت ريار الهزيمة مرتين له 108 هدف وعليه 28 عدد البطولات مع أكلا بطولتين مميز لعبته ما ذكرش في كل الأسماء دي غير فيرود دي فيري فيرود وليلي ده مراجل ولعب وسط وسط مع العب طبعا دي لقطات تدي جناح تدي ده هاقف معا شوية لأنه ده يمكن يكون أخطر أو مصدر خطورة الأهم في الفريق جناح طبعا ده لقطات من وصول البعثة أو دخول البعثة بقى لأنها وصلت بالفعل دخول البعثة لمقر إقامتها في تنجة في القتال يعني أو فندق مقر الإقامة بتاعتهم مجد أفشة شريف رهان كبير جدا على نجمنا بكرة إن شاء الله بإذن الله شوفي بالك رسول أحمد من معظم الأندير لقد دلوقتي على الساحة من ساعة كاس العالم باستثناء الأسماء الكبيرة زي ميسي وزي مبابي بتلاقي إنك أنت بتتكلم عن مصدر الخطورة هوف صناء العاب جناح ما بتكلمش عن فروة صريح بقالها فترة بقالها فترة بقالها سنتين اسم الفروة لا بس فيه برضو يعني فيه ليفندوفسكي وفيه بنزيمة وفيه هالند مكسرين الدانيس هندية هندية هاي مش منتخبات هندية لفندسكي عايز يزبط وهو في فرشولونة إيه أنا ماليش دعوة بالسن أنا راجل هداف من أنصف الفرص بجيب من أقل فرصة هدف هالند ده جارديولة تراهن عليه إنه هيوصل في حتة معينة بأرقام معينة هيحقق حاجة في دور الإنجليم وبنزيمة مع الريال برضو بعله سنتين هو بنزيمة ما قبل كنت بتشوف بنزيمة هداف بس مش بالتعلق ده أو بالندوق ده عشان كان فيه رونالدو أيوة يعني عشان كان فيه يعني يمكن لو رونالدو مش يبدري شوية كان تواحب بنزيمة كان في حتة تانية خد مدة أطول في التعلق اللي هو فيه ساعات كده في وجود نجم معين أو لعب معين بيبقى لعب تاني الكيميا بتاعتك بتبقى أو لعب تاني بقى في الضل إلى حد الماشوي كان منزيمة ساعتها بيصنع للرونالدو أكتر ما بيسجل تملي انت هنا ما بتبقى موجود في مص بتشوف تسنقيات دي موجودة في الناد الأهلي تملي الرابط بتاعها ما بين أفشا وشريف كتير أكتر دلوقتي بقى حسين مع شريف بقى حسين مع حمدي بقى حسين مع كهرباء بقى حسين مع عبدالقادر حسين دلوقتي هو صنع الأعراب الخفي اللي مش باين تملي الناس كلها بتميل أفشا لأ دلوقتي بقى مد الحتة الهجومية لحمدي طور من أداء حمدي في الحتة الهجومية وخلي حسين صنع الألعاب اللي من بره لجوه مش الخط بس والربط بقى يعني طم من جميع الناد الأهلي الربط ما بين هاني وحسين بقى هايل خلاص احنا تعودنا على علي وعبدالقادر خلاص المركاتو الشتوي اللي عمله الأهلي شايفه ازاي وشايف الإضافات الأسماء ممكن تحطاها على سكواد النادي الأهلي في اللي جاي انت داخل طبعا بعد كس العالم ان شاء الله يكون عندنا مشوار ناجح فيه عندنا دوري الأبطال شايف المركاتو الأهلي استفاد بيه بنسبة كم على عشرة من وجهة نظرك الإضافة اللي ممكن الأسماء تعملها من وجهة نظر كابتن عامل حديدي خالد ومرهان خلاص يعني خلاص انت مش حس انهم غرب عن النادي الأهلي زي معامر سلية داخل زي حمد فتح داخل خلاص الرهان برضو تاني أنا بحب أراهن على الحصان الكاسبين كاكا كهربا أنا بطراهن عليه لا يبنو سمع العاب بتعتبر كهربا مركاتو شتوي تعتبر مركاتو شتوي ليه كهربا بتاع زمان ما نعرفوش ما نعرفوش كهربا الجديد العائل اللي بيفكر اللي ملتزم اللي بيمرن بيتمرن وبيقدي وما بيخرجش أي مهاطرات خارجية حواليه هو ده هو ده كهربا ابن النادي الأهلي اللي تربى في النادي الأهلي طلع شوية زي وبعد الطراب خرجت في حاجة معينة ورجع كهربا تاني كهربا اللي احنا عارفينه اللي احنا عايزين منه وهو ابتدى يصالح جماهيره بالأسلوب ده خطة فعل أهلي شايفه ازاي يعني بيبقى انحنا منتكلم عن مدافع كبير السندي متولي بدأ الموسم متقلق طبعا يعني إصابه وبتعد لفترة كده قليلة ياسر إبراهيم رامي ربيعة دور خلد عبد الفتاح كما ساك شايف خطة فعل نادي الأهلي زي ومين السنية الأفضل من وجهة نظرك اللي ممكن يراهن عليها كلر في البطولة بصي أقولك حاجة يا سيد الحم حتة اللي في العمق دي اللي اتنين يكونوا بيحضروا كويسي قوي وده ما بقاش فيها قلقة محمود ولا متولي الصرعات محمود متولي محمود متولي ومحمد عبد المان مفيش مشكلة في دي الحتة اللي فيها صرعات تملي بيميل محمد عبد المان الحتة اللي فيها عقل أمسك واتحرك إيجابية لنص الملعب عشان الزيد ديف متولي خالد اللي هو المان اللي لو عندك حد عنده صرعات خالد عبد الفتاح دلوقتي انت عادت رامي ربيعة بقى داء متولي ومحمد عبد المان رامي بقى عنده دي يعني اللعيب الوحيد بسم الله ما شاء الله الوحيد اللي بيجي من مسافة بعيدة بتحسش انه غايب ما بتحسش انه لسه عايز يخش لسه عايز يفوق لسه عايز ياخد جس نبض الملعب لا تحس انه موجود بقى له وبعاك فترة طويلة بيلعب على طول محمد هاني هو رد بأداءه رد بأداءه الفردي والجماعي أربع مطشوط بين تصاعدي مستوى ما شغال ازاي بقى إيجابية هاني واضحة أكتر من أيام ما كانت الناس كلها بتقول احنا محتاجين باكريت احنا محتاجين نجيب هو الراجل رد كويس علي معلول هو النبض والفكر اللي بيعمل الحاجات اللي احنا بنحبها بس خلينا خط الضهر شوية لأنه أغلب وإحنا كنا قابفين قبل ما نشوف لقطات الوصول البيعصة للفندو عند حتة مصادر الخطورة في أوكلان سيتي أغلب أنا شفت طبعا شفتش مطشات كاملة ليوم لكن شفت هايلايتس وقريت كده على طريقة لعب ألبرت رييرا الناس اللي بتعتمد بشكل كبير جدا على علعاب الهوى وأغلب مصادر الخطورة عندهم متسجلة من كورة عالية هل لأنه بتقال دايما عندنا فصل لمشكلتنا منتخبات وأندية فكرة الكورات العالية شايف إزاي التعامل الأمثل معها؟ أروح وأرجع مش مشكلة أروح معاهم ألعب المطشات وأرجع ألعاب الهوى سهلة من صعبة هل تلاتة إيه؟ أنت أنا أربعة خمسة وكمونة وجمال السيد وبدهب ويوسف وأنا وأيوب وشرف وحسام غالي وأبراهيم سعيد أقول لك أنا أبقى على حاجة بقى دي مهمة قوي إحنا ما كناش منحس بكلام ده كان موجود معنا اتنين مش طوال كابتن عالي عبدالصادي ومشير حنفي هو موضوع العاب الهوى ده مرتبط بالطول بس؟ لا هي قلب يعني أنا بشوف مثلا عبد المنعم حمدي فتحي على فكرة في الكورات اللي لينا مش اللي علينا في الكورات اللي لينا أبشوف أنه حمدي فتحي وعبد المنعم رغم أنهما يعني مش طوال قوي لكن من أكتر اللعيبة اللي عندهم تاكوف عالي تا مركز وتوقع لما كان الكورة شكل كويس كده وحمدي أكتر خد بالك أنه عبد المنعم ما كانش مدافع ما نعرف كده فيروت آه عبد المنعم بدايته فيروت ما نعرف بعد كده لعب بكرية بالزبت بعدين لما تصبح جازي لعب في الحتة اللي فيروت صحام اللي وردو في العيبة بتلف لفة كده هي كده بس أولك الحاجة هيبقى عندك أنت وإنت كنت مدافع في الأول ولا كنت بدأت في حتة تانية لا أول ما بدأت خارص أنا عندي عشر سن لعبت فيروت لعبت فيروت آه عشان أنا كنت ملعب كرة شراب في رود الفرق فكنت ملعبت فيروت آه بعد كده رجعت مساك بعد كده في الأواخر لعبت الليبرو بس الليبرو والمساك والدفندر شبه بعض الليبرو والمساك والدفندر شبه بعض بس في وجودك في الناد الأهلي مطلوب منك حال كتير قوي مصدر التطفيش للمدافع ده مش مطلوب أنك تمسك وتشتغل حتى وإنت في الهواء آه أما تتمرن أنك تجيب ألعاب الهواء بش الكرة يعني مجرد أنك تقطعها تبني هجمة ده ماكسب شفنا السرد باك المتطور اللي بيزيد أوي كان مارك فيش بتاع جنوب أفريقيا ده اللي كان لفت الأنظار سعيدة معنا في 96 بدأ بقى نشوفها في يوسف محمد يوسف يزيد ناحل الشمال يشتغل من جنب كابتن قسام عربي أو ياسر ريان بقى بيشتغل كويس أوي نشوفها أنك تشتغل أما كابتن ربما حسن كان بيخش سرد باك أما فيه مشكلة في الإصابة كان كابتن ربما حسن بيخش سرد باك ويزيد من ناحية تليمين لو كان بيشام حنفي أو سيد عب حفيز أنت في الوقت ده العاب الهواء هي قلب مهما حصل مهما كان الفرود طويل في الطول ومهما كان عنده من التكف من عالي راجل بيضهره أو بيجنبه وأنا مقابل كان كلام الكابتن مهب ده أنت الأقوى هو توقيت توقيته معادل توقيته التكف وأنت بتطلع بترتقي معاه في مستوى معين أنت الأقوى بقى هنا بيبان بقى القوة دي بقى تبقى مطلوبة جدا أننا أشتغل في حتة معينة أنا بأشتغل على طيارة بصاروخ معين هي كرة جاية والطيارة ده هو الخص وأنا بطلع معايا وإحنا بنطلع مع بعض بتوجه إحنا نلعبت إن الأهلي اتمرنا وتعلمنا وتربينا إن أنا أطلع مواجه ما طلعش بجنب الجنب ده إن أنا بنقذ ما يمكن إنقاذه يعني بجيب آخرها بس تملي مواجه بوشي لعيبتنا للأهلي متولي ولا عبد المنعم ولا الشناوي الشناوي بيهدي أجواء كتير قوي بيقلل ضغط كتير قوي على المساكين أدوار الدفعاء المطلوبة في التعامل مع الأربع لعيبة دول أو خلينا نمسك فتادي ولي إنه يمكن أن يكونوا الجناح ووسط الملعب المهاجم دول الأكتر صناعة والأكتر تسجيلا مع فريق أوكلن سيتي يمين أو لشمال تجي يعني أعتقد تادي جناح يمين أعتقد أنه جناح يمين يبقى جاءت علي معلول معلول يبقى لازم يميل حمدي فتح على الجنب ده وهتلاقي يترحل فيها محمد عبد المنعم خد بالك محمد عبد المنعم تملي بيأخذ الجنب الشمال إنه بيعرف يجيد منعم بيبقى جنب معلول وحمدي تملي متولي بيبقى عدلته جهة هاني وحزين عبد المنعم بيبقى عدلته على معلول وعبد القادر وحمدي فتح وديانج بيأخذ الحتة اللي بتبقى هدوء بيعمل ربط بيأخذ الربط بيأخذ الربط هو عارف كويس قوي بيشتغل إزاي وبيعلي أداءه إمتى بيضغط إمتى بيحلق إمتى بيهدي ويقلل من سرعة الكورة للخص عبالا ما زماله يكون موجود معه لما بتيجي يعني طول عمري الحقيقة طول عمري كل أجيال نادي الأهلي بحس دايما أنه واحدة من أسباب التفوق هي المستوى اليقر البدنية في فرقة الأهلي وده في كل الأجيال لكن لما بتروح لمستوى عالمي شوية يعني ما بتروح تلعب بقى على سكيل مثلا دور التمانية في دوري الأبطال أو بطولة زي بطولة كس العالم الفوارق بتقل شوية يعني أو المستوى النواحي البدنية بتبقى قريبة جدا من بعضها وبالتالي دا يستدعي أنك أنك تحضر لمباراة بكرة مع مدرسة في اليقر البدنية محترمة جدا يعني نيوزيلاندا اللي شفتوا منهم قبل كده بيقولون أنهم مستوى اليقر البدنية عندهم في الكوريا دات كواس جدا هل تلعب تبتدي ضاغط بأسلوبك من البداية ولا تحافظ ولا تلعب نص ملعب يعني بعيدا عن التشكيل بقى والطريقة إزاي تواجه خصم قوي ومن خلال تجربتك أنت أكيد بتأكيد قابلتوا فرق من ناحية اللاقة بدنية عندهم ممكن تبقى أعلى من نادي الأهلي إزاي بتتعامل مع سيناريو المطشة في الحالة دي بسوز أحمد أول حاجة الراجل 90% هيذاكر وهيجيب السيديهات وهيشتغل ويشوف الناس دي اشتغلت آخر الموسم اللي فات كويس قوي إنت بقى في الوقت ده تشتغل إزاي مليش دعوة باللي أنا هشوفه على الشاشة أنا هشوفه الأرض الواقع اللي هو العمل بتاعي العمل بتاعي اللعيبة كلها تبقى تحت الكورة العيبة بتاعي تبقى تحت الكورة أما استحوذ على الكورة أشتغل إزاي أول ربع ساعة بجس النبض بقر الملعب بشوف حاجات معانة بشوف نقاط الضعف اللي عندهم بشوف هما بيزيدوا إزاي بشوف هما بلعبهم كله بيبقى عالمين هل هو تدي ولا ليلي ولا بيبقى عالمين بالذات بشتغل من الحتة دي بعد ربع ساعة أبتدي أخلي الكورة هاي اللي تشتغل أكتر ده كولر ده مستر كولر اللي احنا شايفينه الفترة اللي فاتت بقى أنه أكتر من 10-12 أسبوع أو 16 أسبوع بنشوف حتة معانة بيشتغل بها ازاي كل ما الفرقة أقلت مستر كولر بيتدايق أما الفرقة بتكون بتلعب كورة وانت عارف إمكانياتها وقوتها انت بتفرض عضلاتك كلعيب للنادل أهلي كل واحد فيهم كشخص بيلبس توب الحتة شرف لنا وبيشتغل بأسلوب معايد بيشتغل اللعب الفردي عشان يوفره للجامعية ازاي يشتغل الفردي عشان أخليه يبقى فيه انسجام للجامعية نفسها بعد 10 دقائق هيبقى شخصتنا النادل أهلي في الأداء الفرقة التانية بدلا اشتغلت معاك نفسي تحترمها أكتر انه قال لك البر ان العيبة والظروف والنادل أهلي اسم كبير واحنا عارفينه كوي ده اسمه تهميد نفسي اللي بيتعامل مع شمال أفريقيا او مصر بالذات ان انا اتعامل معاك بالأسلوب النفسي ان انا اشرح فعمل لك ريلاكسيشن شوية في حتة معانا ان انا هدي من روعة أداءك لا النادل أهلي عارف انه هيبقى ده الأسلوب عد عليه الأسلوب دي كتير قوي الشغلة هيبان الراحة النفسية اللي اللعيبة خدتها واستشفت مستشفى النادل أهلي قبل السفر مع عدد ثلاثة إصابات اللي معروفين اللي هو أكرم وكريم ومصطفى شغير هو عنده الفرقة كاملة عنده البعثة كاملة عنده اللعيبة أكثر من رائعة عنده تيم كامل ما فيهوش مين يبدأ ومين يبدأش تحترط لعب مين يعني كانت ناس كتير دولك ده الراجل عنده هم دول يمكن موسيماني اشتغل على 15 لعب بس فيلر وكولر اشتغل على القماشة اللي موجودة يمكن أنا قلتها قبل كده الراجل ضم أصدار شاطر قوي بيعرف يعمل بدلة شيك قوي تليق على اسم النادل أحسن قماشة فيهم من وجهة نظرك يعني مين يشتغل بأحسن قماشة فيلر موسيماني فيلر بان شخصيته على لعب النادل أهلي كولر رجع شخصية النادل أهلي العزيمة وطوب البطل بنفس مواصفات فيلر موسيماني ما بصش على الملفات كلها حتى الملفات كلها في مكتبة واحدة بعد ما خلص كسر على ما مرجع فقط كتير فخسر بطولة واتنين الراجل بيشتغل بالملف آه بس هو الحقيقة أي إن كان طريقته واسلوبه في التفكير هو ناجح بشكل يعني ما حدش يقدر يلومه أبدا بالعكس يعني أنت تتمنى ولو جي موسيماني قبل ما يوصل قبل ما يمضي عقده كده قالك أنا من دلوقتي بقولك أنا هجيب لك بطولة أفريقيا وهجيب لك مركز في كسر عالم وهجيب لك سوبر أفريقيا أنت ممكن كجمهور ما كنتش تصدقه أوه طبعا أنت دخلت في الغيب أنت بتقنعني بإيه تقنعني بالأداء والأسلوب اللعيبة اللي موجودة دي تعمل أسماء مدربية اسم كنتا فرق معهم اسم كنتا ضاف ليهم هو ده المطلوب لعيبة النادو الأهلي عملت منو الجزي لعيبة النادو الأهلي بتعمل كولر أهو لعيبة النادو الأهلي عملت 13 بطولة المسيماني أهو لعيبة النادو الأهلي علت اسم فيلر بالنسبة للسفيهات اللي موجودة من أسماء مدربين كويس قوي اسم المدرب بقى ضاف إيه للنادو الأهلي كشغل ضاف إيه للنادو الأهلي كإنسجام ضاف إيه للنادو الأهلي كروتيشم في تدريب هبعد دقطة كابتن عمر بتحلم للوصول لها في البطولة الجوال نهائي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نقدر بإذن الله بس صعب لأ لأ ما بنخافش إن شاء الله بإذن الله بطولة نكحة وبإذن الله نحقق إنجاز جديد يعني لو وصلنا للنهائي زي ما كابتن عمر حديدي بيقول أعتقد أنه يبقى شيء يعني عظيم وأعتقد أنه جماهي الأهلي هتبقى في منتهى السعادة كاس على المصارح بس إحنا لو وصلنا للنهائي المشكلة الحقيقية أنه جماهي الأهلي مش هتنازل عن التتويج هايزعله لو خدنا الميدالية الفضية فتبقى هذه المشكلة إن شاء الله نكون من التلاتة الأوائل وطموحنا أن نحن نكون الأوائل خلينا نركز بس في هدفنا الأول أن نحن نوصل قبل النهائي وبإذن الله ده لازم يحصل من خلال التركيز على مباراة بكرة إن شاء الله في أوكلين سيتي المباراة مباريات البطولة مش هتتزع بس على قنوات النايل سات زي ما قلت لحضراتكم لا في بعض القنوات أو عدد من القنوات الأوروبية هتزيع البطولة كلها على عدد كبير من القنوات في أوروبا وده بالتأكيد هينعكس على قيمة البطولة وعلى قيمة مشاركة اللاعبين في البطولة كابتن أمر طبعا خلاص إحنا بنقلس أقول لحضراتك كاس على المصغر صحيح إن شاء الله إن شاء الله اللي إحنا بنتمنى إن الناد الأهلي يكون خير صفير للكرى المصرية إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الناد الأهلي يتوج إن إحنا بالتمني من الثلاثة الأوائل بالإصرار يبقى الأول بإذن الله نتمنى إن شاء الله بإذن الله الأهم إن إحنا نكون حضريين ومركزين وعارفين وعندنا نفس روح الإصرار نتعودنا نشوفها من لعبتنا في البطولات الكبيرة زي ما حصل قبل كده في ظروف أصعب كتير جدا من البطولة دي ورغم كده كان إنجاز فرح كل الأهلوية باشكر نجمنا النهاردة كابتن عمر نورتنا وشرفتنا إن شاء الله بإذن الله الحلقة اللي جاية إن شاء الله لو كان ينا عمره تقابلنا سوا تبقى بنحتفل بإنجاز جديد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله شكرا لكم على المتابعة بكرة حلقة المباراة ما تفوت وهاش قبل بكرة وحلقة جديدة والسادسة تحياتي لكم